بصراحة المفاوض من الحزب الكردي كان مفاوضاً يعتمد على الطرق السابقة أنه أنا أجي أسول في رؤساء الأحزاب أو شخصيات خارج المجلس وليس بالمجلس و أنا أجي متطمن يعني كل ساعة جروا لهم نائب على صفحة كل ساعة حشوية و نحن نتكلمون ويهم بكل صراحة أن اللي يتحمل الأذية هم النواب لا يتحملها الأخوة قادة الأحزاب أو كذا أو إلى آخره وبصراحة يعني أغلب قادة الأحزاب أيضاً بلغونا أنه يعني القوانين يجب أن تكون بعدالة الآن أكو حش غير حش صاير هذا اللي سمعناه احنا من أغلب القادة اللي صار أنه رادوا يستخدمون نفس الأدوات ويحققون نفس النتيجة وهذا ما جاء يصير احنا احنا تكلمنا ويهم بصراحة الأخ الحلبوس رئيس المجلس تكلم مع سيد فؤاد حسين ساعة يمكن ثنتين ونصب الليل وجاء بمبادرة من سيد فؤاد حسين أنه إحنا نريد من عدكم وطلقونا الرواتب وإحنا راح نسلمكم النفط والمستحقات وكذا تعتباراً من واحد واحد الفين واحد وعشرين صراحة لم تكن لدينا ثقة لأنه إحنا لدينا موات بالقانون ما شتغلت أنا أجي أطيك من واحد واحد شن السبب؟ وكان لدينا تخوفات قانونية كثيرة بهذا الموضوع أنت متخوف لو تريد أنت يعني تستعرض سياسياً والناس يقول لك أقليم كردستاني يقول لك أنتوا أذيتوا أذيتوا ناسنا مو هذا مصحي أو أنتوا حاربتهم سياسياً من لي الجلالة عفواً هذا الخطاب اللي خلاني أطلع وياك اليوم بحيث أنه سيد البرزاني قال إحنا عدنا خيبة أمل لا يقول إحنا طعنا بالظهر وهذه للأسف الشديد أنا قلتها وبخطاب رسمي وببيان رسمي ما استمعنا إليه بالأيام الثلاثة أو الأربع الماضية من قيادات كردستان وقيادة أربيل بالذات نخباً وإعلاميين ومستشارين ألفاظ أطلقت على أعضاء مجلس النواب للأسف الشديد لا ترتقي إلى مستوى أبناء الشعب الواحد أولاً ولم نكن نتوقحها من أناس رازينين ثمياً وثالثاً أغلقت كثير من الأبواب كانت مفتوحة للأيام القادمة ترجمة نانسي قنقر